في وقت تمر فيه العلاقات المصرية السعودية بتوتر بشأن عدة ملافات وفي ظل احتقان شعبي تشهده مصر بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد أصدرت المحكمة الإدارية العليا هذا اليوم حكما يوصف بالنهائي ويقضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية ويأتفاقية التي تضمنت نقلة تباعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية وأثرت غضبا شعبيا مصريا وجاء في منطوق الحكم قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن السيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها ما تأثير هذا القرار على العلاقات بين السعودية ومصر وقبل ذلك كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع حكم هذا اليوم وبالتالي كيف سينعكس الحكم على الوضع الداخلي في البلاد لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معنا في الاستوديو بالصحفي والمحلل السياسي المصري وليد الشيخ وينضم إلينا أيضا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أساد العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كما ينضم إلينا من القاهرة أيضا عبر الهاتف الأستاذ مالك عدلي المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر وأبدأ معك أستاذ عدلي بعد أن كسبتم الآن القضية هل حسم الملف بالنسبة لكم الآن؟ مساء الخير على حضرتك طبعا الملف بالنسبة لنا تبقى للقانون المصري وطبقى للدستور المصري حسم حكم الهاتف البلاد الصادري من المحكمة الإدرية العليا وهي واحدة من أعلى ثلاث محاكمة البلاد وهو حكم لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال وهو حكم نافذ بذاته فبالنسبة لنا الملف الحسم ناحية الأولى هي تحديد الوضعات القانونية للأرض لأن احنا كنا بنواجه إشاعة من أجهزة الحكم المفادها أن هذه الأرض هي ليست أرضا مصرية المحكمة الإدرية العليا قفعت بأن هذه أرض مصرية وأن لمصر كامل حدود السيادة عليها وقيل لنا أنه ده عمل من أعمال السيادة والمحكمة الإدرية العليا أرثت مبدأا جديدا في سور 2014 يسمى بمبدأ الاختصاص المحصور يعني هناك أشياء لا يمكن للسلطة ولا لأجهزة الحكم سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشرعية أن تباشرها طبقا بهذا السور من هذه الاختصاصات التلاعب بالحدود البرية للدولة سنعود إلى هذا الجدل القانوني أستاذ عدلي لكن هل هناك أي خطوة تبقى من جانبكم عن بعد هذا القرار خاصة بعد تصريحات من قبل عضو أحد عضاء هيئة الدفاع في قضية بطان اتفاقية تعيين الحدود بأنه سيرفع قضية تعتى ضد كل من تحرك لإقرار هذه الاتفاقية بما في ذلك رئيس الجمهورية هل يمكنكم أن تؤكدون مثل هذه الأنباء؟ أنا بس أريد أن أوضح لحضرتك حاجة الأول لها علاقة بأنه اللي أنا بقوله لحضرتك لما بقاش جدل قانوني خلاص ده بقى حكم للمحكمة الإدارية العالية والحكم عندنا عنوان الحقيقة وهيوزر باسم الشعب وغير قاضي بالمستعن عليه فده تحول من قوله مجرد جدل قانوني إلى حقائق قانونية ملزمة للكم ما تتحدث عنه حضرتك في المحاسبة وما إلى ذلك أنا أعتقد طبعا أنه ده دور كل مواطن مصري أنه يسأل لماذا وقعت هذه الاتفاقية كما كانت محاولة التنازل عن جزء من الإخليم البردي للدولة وهما جزارتين تران وصنطير أثنين من أهم المحنيات الطبيعية المسجلة على قائمة التراث الطبيعي العالمي لما تم تضمنها ولما قيل لنا أنهاتين الجزارتين ليست مصريتين لما جبهتنا الحكومة بكل ما تملك من قوة ومن ضدش ومن عم بغدا نظر على الأحقية سؤالي كان هل يمكنكم تأكيد أي تجاه لرفع قضية ضد الرئيس المصري بهذا الخصوص يعني أعتقد أنه ده كلام صدق لأواني أولاً ثانياً ده قرار فريد دفاع مقتنعاً مش قراري أنا الوحدي فما أدرش أعلى على النقطة دي فهي قانونة يعني من وقع من وقع هذه الاتفاقية هو رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية فقانونة من أسبوع المحاسبة هنا أستاذ عدلي سدد في كلامي لتصحيحات المحامي طارق العوضي معكم في هائل الدفاع لكن يعني لكي نشرك معنا بقية الضيوف ونطلع المشاهدين أيضاً على هذه القضية إن كانت نهائية أم حسمت أم لا نتابع هنا كرونولوجيا هذا الملف بإيجاز ونواصل على ضوئه النقاش إذن كرونولوجيا هذا الملف في أبريل 2016 وقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبموجب هذا القرار تنازل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ملكية بلاده لتيران وسنافير هذا التنازل كان سبباً في دخول المؤيدين والمعارضين له في خلاف قضائي حاد أدى إلى صدور حكمين قضائيين بمصرية الجزيرتين ومع ذلك أقرت الحكومة المصرية الاتفاقية في نهاية العام الماضي وأحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها الأمر الذي أثار غضب السياسيين ونشطاء معارضين واليوم ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر قراراً قضائياً نهائياً ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين مصر والسعودية فهل سيقبل الرئيس المصري بهذا الحكم النهائي؟ هذا السؤال نجيره الأستاذ دكتور فهمي معنا من القاهرة هل سيقبل الرئيس المصري بهذا القرار؟ هو طبعاً من السابق للأوان الحديث عن المصارات الحركة بالنسبة للحكومة وبالنسبة للدولة المصرية قبل أن يظهر الحكم النافذ اليوم كان هناك أحاديث حول أنه جزئية متعلقة بالجزئية الخاصة بالأمور المستعجيلة وبالتالي الحكم الرحيح أنه بات ونهائي لكن كانت ترويق قبل حتى صدور الحكم صباح اليوم أن هناك المحكمة الدستورية العليا هي التي ستطعن في الموضوع والجوهر وليس في الشكل أو الإجراءات هذا ما يشير إليك أن الجدال القانوني حول الحكم لم ينتهي بعد وأن هناك سيناريو آخر وربما يكون مصار آخر سيبدأ بعد قليل في إحدى السيناريوهات المتعلقة بأن الحكم في المضمون أو في جوهر الموضوع سيكون بطبيعة الحال مرحل إلى حكم المحكمة الدستورية العليا وربما يأخذ الأمر عدة شهور بالنسبة للمحكمة حكم المحكمة الإدارية هو حكم كما تعلم نهائي وقاطع ونافذ وبناء عليه حسم هذا الأمر على مستوى المحكمة الإدارية العليا التي نظرت في جزء مما تعلم استرعت موضوع المحكمة الدستورية دكتور فهمي يعني هي المستوى أعلى من المحكمة الإدارية المحكمة الدستورية العليا ستحكم في المضمون وليس في الشكل المستعجل أو في الإطار المؤقت وبناء عليه هذا أحد السيناريوهات المطروحة وبالتالي ترحل المشكلة إلى عدة أشهر إلى حين تأخذ المحكمة الدستورية وقتها في مراجعة الموقف عند القضاء الإداري انتهى الأمر بهذا الحكم النهائي الشامل النافذ وبناء عليه سندخل في دائرة أخرى متعلقة بالمحكمة الدستورية وهي كما تعلم هي أعلى مستويات القضاء في مصر أما الجزئية السياسية وهي الأخطر أنا في تقديري وهو المسار الآخر متعلق بتوجه مجلس النواب توجه مجلس النواب ليس عن طريق الارتسام الحادث سنعود إلى الملف الشقة السياسي لا بين مؤيد أو معارض سنعود إلى الشقة السياسي لكن نستغل حضور الأستاذ مالك عدلي معنا ونسأله سؤال أخير أستاذ مالك المحكمة الدستورية مطروحة للنقاش من قبل أنصار الاتفاقية كيف تتعاملون معها؟ أنا مع كامل احترامي الدكتور فهمي محتاج بس أصلح معلومة قانونية بحكم التخصص وهو أنه اللي قدام المحكمة الدستورية العليا هو منازع التنفيذ كانت بتطلب وقت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من محكمة القضاء الإداري أما وإنه قد صدر حكم الهائي وابات من المحكمة الإدارية العليا أما وإنه المادة 100 واحد التفعيل من الدستور المصري بتقول أنه مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة اختص صدور واحده بالنظر في منازعات التنفيذ على أحكامه فالمحكمة الدستورية العليا حُشرت يديها عن نظر هذا فتعل الوحيد المختص لنظر منازعات التنفيذ وهو قضاء الإداري والنهاردة نحن ناخد نشحكم واحد النهاردة الحكم الأول هو ببطلان توقيع ممثل حكومة المصرية على تلك الاتفاقية الحكم الثاني هو برفض النهائي لطلب الحكومة بوقف التنفيذ والحكم الثالث هو بالاستمرار في تحفيز هذا وعده وبالتالي الموضوع قدام المحكمة الدستورية العليا بقى تحصيل حاصل وبقى مفيش محل لنظر منازعات التنفيذ نعم اتضحت الصورة شكرا جزيرة لك لساد مالك عدلي كنت معنا ماشرة عبر الهاتف المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن تبعي جزيرة تيران وصنافير إلى مستر شكرا لك والآن ساد الشيخ على ضوء ما تقدم به ضيفان الكريمان ما قراءتك حتى يتضح المشاهد أيضا موقفه قراءتي قدمها جزء من حكم المحكمة اليوم أن الحكومة لم تقدم ثم توثيقة وإي شيء يغير من حكمها ببساطة المادة الأولى في الدستور المصري تقول أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها المادة 51 تقول وفي جميل أحوال لا يجوز إبرامي أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة نص القسم لليمين الدستوري لرئيس الجمهورية والأعضاء الحكومة النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال البلاد وسلامة أراضي النقطة الأساسية وأنا قلتها هنا منذ 11 من أبريل الماضي في عام 2016 المستشارة هيدي فاروق حسمت الأمر منذ اللحظة الأولى هي كانت خبيرة ترسيم الحدود وكلفتها الدولة في عام 2006 وقدمت للدولة 7500 وثيقة تؤكد مصرية طيران وصنفير وقدمتها للدولة جميل لكن هذا الكلام مرضوذ عليه أستاذ شيخ من قبل أنصار الاتفاقية منهم أحد المحامين يقول انتفاقيا من أعمال السيادة ولا تقع تحت سلطة القضاء الحكم الأساسي لمحكمة القضاء الإداري قال أن هذا كلاما فارغا هذا مخالفة جسيمة للدستور أعمال السيادة لا تتعلق ببيع الأرض بالتنازل عن أراضي مصرية خاصة أن الدستور يلغي ذلك حين يقول الدستور أن مصر دولة لا ينزل عن شيء منها لا تقول لي أن هذا من أعمال السيادة أعمال السيادة فيما لا يخالف الدستور المادة واحد والمادة 51 قاطعتين في هذا الأمر الآخر أن كل الوثائق والتي أثبتتها أثبتها ملك عدلي وخالد علي وطارق العوضي وجميع الفريق العامل معه أنه منذ القرن الثاني الميلادي وكل الخرائط بوتينجر بالمر نابليون يوهانس مورغان الأرشيف الأمريكي كلها تؤكد مصرية تيرانوصنفن جميل دكتور فامي سمعت لكلام الضيفين قراءة قانونية كان رد مباشر من أستاذ مالك عدلي ومعنا أستاذ وليد الشيخ معنا نفس السوديو لنفس الفكرة فهل سيذهب النظام المصري الآن في مواجهة مع الجسم القضائي في البلاد وكذلك مع الاحتقان الشعبي والاحتجاجات التي شاهدناها بعد الاتفاقية سيذهب بعيدا ويقرر هذا في البرلمان يعني أعتقد أنه من الزكاء السياسي أنه النظام يؤجل المواجهة لاعتبارات كثيرة ربما في جزء منها احترام أحكام القضاء بصرف النظر عن الجدال القانوني أو الغير قانوني ليس صحيحا أن المحكمة وأكرر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر في المضمون وليس في الشكل مع احترامي لكل ما ذكره الأستاذ مالك أنت الآن أمام إشكالية قانونية بعيدة عن الجدال صحيح أن الحكم نافذ ومباشر وصحيح أن هناك قبول شعبي والجميع في مصر في حالة انتشاء لهذا الحكم لكن أظن أن السياسة لها كلام آخر غير القانون وغير القواعد القانونية وغير الالتزام بكل هذا هناك موأمات سياسية يا سيدي ربما تكون هي المطروحة في الفترة المقبلة صحيح أن ملكية الجزر قد حسمت بهذا الحكم وصحيح أننا جميعنا بصورة أو بأخرى لدينا حالة قناعة كبيرة قبل أن نصل إلى هذا الحكم أن هذه الجزر مصرية لكن في النهاية السياسة تتحدث السياسة شيء آخر غير القانون وبالتالي أنا أعتقد أنه الموأمة السياسية هي التي ستكون خلينا أكمل الفكرة أكمل الفكرة الموأمة السياسية ستتطلب أن لا يفتح مجلس النواب بهذه الصورة القضية في هذا التوقيت حفاظا على كثير من الأمور ربما لعدة أشهر الأمر سيبقى مرتبط بسياسات رد الفعل إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية أو نظرها في خلال عدة أشهر ربما يزيل حالة الاحتقان الموجودة في الشارع الحكومة أيضا لديها مسارات أخرى عديدة ومسارات مختلفة ربما على مستوى العلاقات مع السعودية والحفاظ على علاقات مع السعودية في هذا التوقيت خصوصا وأنت تعلم أن الأمر ليس مرتبطا بالجزر هناك تأزم في كثير من الملفات الأخرى معظمها مرتبط بخلافات في الإقليم الموقف فيه وبتالي القضية ستكون في تأثير محتاجة إلى مواءمة سياسية أن المحكمة ستؤجل ألبت في هذا الموضوع في البرلمان هذا ما فهمت من كلامك هل هذا صحيح؟ صحيح واضح إذن سيد الشيخ رغم كل هذا الجدل وأمام المعارضة الشريسة للنظام والاتهامات الموجهة إليه بأنه يتحكم في القضاء ألا يثبت حكم اليوم استقلالية القضاء في مصر أما في نظام عبد الفتاح السيسي؟ يثبت استقلالية قضاء مجلس الدولة بالتأكيد ولا يمكن القول أن القضاء كله مسيس أو غير مستقل بالطبع القضاء لكنني أتفق مع الدكتور فهمي في أن من الذكاء المشكلة الحقيقية مع النظام السعودي وليس مع الشعب المصري الأمر بالنسبة للبرلمان انتهى لأن القضية باتت هي والعدم سواء الاتفاقية باتت هي والعدم سواء لا يمكن البرلمان يناقش قضية باطلة أساسا لكن من الذكاء تأجيل الخلاف مع النظام السعودي الدكتور فهمي يقول تأجيل وليس إلغاء هو يقول تأجيل سياسي يعني هو استقدم ألفاظ الانتشاء الشعبي وتأجيل سياسي لحل المشاكل العالقة لأن هناك مشاكل في سوريا في مشاكل في اليمن مع النظام السعودي لكن بالنسبة للقضية هذه القضية أعتقد أنه تم الانتهاء هناك أزمة كبيرة حاليا تقضى لشرائية رئيس الحكومة وهناك مطالبات بإقالة الحكومة فورا لأن الحكومة بل حتى والنظام المصري كله هزم هزيمة سياسية وقضائية حاسمة وصفعة ولطمة قوية من القضاء المصري للنظام والالتفاقية الأمر الآخر أن هناك مواد في القانون المصري في قانون العقوبات تعاقب عدم تنفيذ الأحكام القضاء وتصل حتى للإعدام في حالة التنازل عن أراضي الدولة أو عن سلامة أراضيها الأمر الآخر أن الرئيس السيسي يجب عليها أن يعتذر الرئيس السيسي قال أنني وجدت ووزارة الخارجية والمخابرات والجيش أن كل الوسائق تؤكد السعودية تيرانو وصنفير ومعروف الصفقة والردود الأفعال السعودية التي صدرت اليوم تؤكد أن هناك صفقة ويجب أن تتم طيب دكتور فامي يعني لماذا أوقعت الحكومة نفسها في هذا المأزق بحسب المراقبين يعني ورطت نفسها أمام الشعب المصري وأمام السعودية دكتور فامي يعني أنا أعتقد أنه المشكلة الحالية في المشهد السياسي مرتبطة بسوء تقدير وطريقة في المعالجة بصورة أو بأخرى كان يمكن أن يتم تناول هذه القضية برؤية مختلفة عن ما جرى ويجري لكن أظن أنه اليوم ربما تكون هناك مراجعة بصورة أو بأخرى والحكمة تقتضي ذلك إن صحة تعبيري ما بين قسين الحكمة تقتضي مراجعة المواقف والاتجاهات الحالية في هذه المعالجة وعدم الوصول إلى حالة التصعيد بصورة أو بأخرى مع كافة القوى السياسية والمجتمعية في مصر زالت حالة الاحتقان ستتم بالإقرار بما تم اليوم في الحكم القضائي لكن الإشكالية الرئيسية في القادم هناك لابد أن يكون هناك متابعة أعتقد أن الجميع في حالة الانتظار أنت أمام طرف آخر من المعادلة ربما تكون السعودية لديها أيضا رؤيتها ولديها أيضا خياراتها في التعامل مع ما جرى اليوم جزء منه أيضا مرتبط به العلاقات مع مصر جزء منه مرتبط به محمد وحظوظ تدويل الملف إذا قررت سعودية ذلك يعني خلينا أقول هذا أمر مستبعد لجملة من الاعتبارات اليوم هناك محاولات للتقارب مع مصر والسعودية هناك محاولات للوساطة تقوم بها بعض الدول العربية هناك مساعي لتفكيق عناصر الأزمة قبل الوصول إلى القمة العربية في مارس المخبل في الأردن هناك اتصالات هنا أو هناك لكن في النهاية هناك حرصة مصر سهوية على عدم المصول بالصدام موضوع التدويل أمر طبعا مستبعد والمحللين البارزي في السعودية الأنور عشقي يقول بأن التدويل مطروح بقوة وهو المقرب من دوائر ثم لقرار في الغيادة يعني خلينا أقول أنور عشقي يعبر عن نفسه هكذا كانوا يقولوا في السعودية هو وخالد الدخيل وغيرهم من الذين هجموا الموقف المصري في كثير من مقالاتهم واعتبراتهم ولم نرد عليهم في وسائل الإعلام المصري اعتبارات كثيرة كما تعلم يعني خلينا أقول أن الموضوع ربما يكون أكبر من ردود صحفية أو إعلامية ربما تسيء لي طبيعة ونمط العلاقات المصرية السعودية لأن هناك طبعا من يريد أن نصل بالأزمة إلى منتهيها أظن أن قضية التدويل أو إحالة الموضوع إلى التحكيم الدولي مستبعد لاعتبارات كثيرة أعتقد أن الجانب الآخر سيخسر كثيرا لو فكر في هذا الموضوع في هذا التوقيت الاعتبارات عديدا بعدها مرتبط بالعلاقات مع مصر وبعدها مرتبط بالنمط العلاقات في الإطار النظام الإقليمي العربي وغيره وأعتقد السعودية ستخسر كثيرا إذا ذهبت في هذا نحن في مصر حرسين طبعا على أن نصل بالصدام بهذا بالعكس هناك طبعا مساعي عديدة لتقريب وجهات النظر لكن في النهاية الحق لابد أن يعود لأصحابه بصرف النظر عن الحكم اليوم الذي صدر وأقر ملكيتنا إلى هذه الجزر لابد أن يسلم الجانب الآخر بهذا إذا اقتدت الضرورة إلى هذا حتى لو ذهبنا إلى المحكمة الدستورية العليا وأقرت الملكية هذه أمور طبعا يعني واضحة المعالم لا تحتاج لتقاش أو تقييم أو نقاشات على أي مستوى سيد الشيخ هناك من يرى قراءات مختلفة لقرار اليوم سأدت قبل قليل عن استقلالية القضاء لكن هناك من يرى أيضا بأن قرار اليوم هو محاولة من النظام المصري للتنفيذ الاحتقان الشعبي الدائر الآن في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة هذه القراءة ألا تشاظرونها ما موقفكم منها ربما أختلف معها لأن الأقرب هو الإكمال في طريق القضية للحصول على عشرات المليارات من النظام السعودي ويدخل في سراء مع الشعب؟ هذه المشكلة النظام المصري دخل في مأزق عليه هو أن يخرج نفسه منه هناك كلام ليس فقط الأنوار العشقي هناك كلام للسعودي صالح الفهد أنه مصر ستعيدها سواء بصفقة مادية أو بالتحكيم بذلها مقابل أو حتى هناك نائب الكاتب محمد القصير يتكلم عن 2 مليون مصرية يعمل في السعودية لا أرجو كما قال الدكتور فامي أن ننجر إلى هذه الصغائر لكن بالمقابل حتى لو لجأت مصر للتحكيم الدولي من سيقوم بالتمثيل الجانب المصري بالتأكيد سيكون خالد علي وملك عدلي والعوضي والمجموعة والفريق وليس النظام الذي تحدث عن احتلال بلدي أن مصر دولة محتلة أعتقد أن النظام كما يقول الدكتور فامي أحس بالخطأ وأعتقد أن هناك جهات سيادية داخل النظام لم تقبل ذلك وفضلت هذا المصار أن نبتعد ونترك القضاء ونماطل إلى عدة أسابيع وأشهر حتى تهد الأمور ونصل إلى اتفاق سياسي مع السعود لكن تيرانو صنفير انتهت مصرية ومخطوع بهذا في التاريخ دكتور فامي سؤال أخير أمام هذا الوضع هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه في العلاقات المصرية السعودية بحسب طلعكم وإن بإجاز من فضلك 30 ثانية فقط يعني أنا أعتقد أن هناك فرصة جيدة يمكن أن نبدأ بينها بالانطلاق إلى أن هذه الجزر المصرية قولا واحدا ونبدأ إلى مرحلة إعادة تقييم العلاقات المصرية السعودية بعيدا عن هذا الملف يبقى الجانب الآخر مسؤولا عن كل تصرفاته القضية لا يعبر عنها كتاب وصحفيين يكتبون في صحفنا وهناك يهاجمون مصر ويهاجموننا الأمر مرتبط قولا واحدا بالحقوق الوطنية التي لا يمكن لأي مصري أن يتخلى عنها لحظة واحد شكرا جزيلا لك دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا لك لمشاركتنا هذا الجزء من المساعية وشكرا إليك معنا في السعود والسحفي والمحل السياسي وليد الشيخ شكرا لك لمشاركتنا وشكرا مصرورا أيضا إلى الأستاذ مالك عدلي المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن تبعية سزيرتي تيران وصنافير إلى مصر مسائلتنا متواصلة بعد الفاصل وتصريحات دونالد ترامب المثير للجدار اشتركوا في القناة